بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرافي المرسلين إخواني في الله مرحبا بكم جميعا معكم أخاكم وعد دائما مجموعة تربية الحسون والقناة بشكل احترافي إن كانت هذه أول زيارة لكم على قناتي في اليوتيوب أتمنى منكم الاشتراك فيها هكذا حتيص لكم الجديد والمفيد إن شاء الله على بار طولنا عليكم ولكن قدر الله ما شاء فعل لكل ظروفه فنتمنى يعني أن نكون في المصار الصحيح فكما تعلمون إخواني بدأ موسم يعني التزاوج بدأ الإنتاج بدأت الخيرات تظهر والإنسان اللي ما زال ما يعني ما يقطعش الأمل ما زال الحال ما زال الحال أنا عادة في بداية البداية ويكون فيها خير بإذن الله إخواني بالنسبة لتحجيل الفراخ يعني كما كل عام تعودنا على مشاكل التحجيل فكما تعلمون إخواني أن الكثير مننا لما يحج طيوره بالباق هذه الخاتم الأم أو الطائرة التعنى تقوم بغرب الأحيان تقوم بإسقاط الفرخ التحى في البلاطو يعني تريد أن تنزع له الحجل وبالتالي يعني تسقطه خارج العش فأغلب الحالات الفراخ التعنى تموت من البرد والجوع وهذه هي ونخسر الفرخ التعنى فيوجد إخواني هناك طريقتين هناك طريقتين لتحجيل الفراخ بسلامة وحتى يعني الأم لا تقتل الفرخ أو يعني تقطع له رجله أو إلى آخره من المشاكل التي نرها يوميا الطريقة الأولى كما تعلمون جميعا وهي طريق طريقة لف الباق باللاسق الطب بها سبارادرا يعني لون برتقالي أو تشيني أو يعني يميل لون الجلد فبالتالي ممكن نموه الخاتم حتى لا يظهر أو لا تنتبه له الأم أو الطائرة التعنى الطائرة التعنى لهذا إخواني طريقة سهلة نقوم بمثلا نجيبها كذا يعني عود أو حديدة مثل ما ترون هكذا صغيرة نقوم بإدخال الخواتم فيها نقوم بلف الخواتم بسبارادرا ثم نقصها بقاطح هكذا أو أي شيء فنجبض الباق هذا إخواني ونقوم بتحجيل الفرخ بكل سلام إن شاء الله ولكن يعني بزاف ناس بزاف ناس عملوا هالطريقة وكاين اللي الحمد لله ما فاقتش يعني الكناري تتاعه أو الحسون تتاعه وكاين اللي رغم فعل هذه الطريقة إلى أنه يعني يلاحظون أن الفرخ تحهم يعني قوتل أو يعني صابوها في البلاطو على الأرضية على القافص إلى آخره فهناك طريقة أخرى أكثر ضمان إخواني وهي طريقة يعني شد الخواتم مع العش فهذه الطريقة فعالة جدا فعالة جدا إخواني قبل أن يعني نضع العش عند الطيور التي تكون جاهزة نقوم مثلا بلف لباق هذا في مؤخرة العش بحيط الأنثى لا تستطيع نزعها مثلا نضع هنا سلك أو يعني خيط ما تقدرش الأنثى تقطعه ونقوم هنا بإمساكه ونضع العش في القافص وبالتالي الأنثى تكتشف العش هذا ورح في الأول حاجة رح تقوم بها وهي يعني تحاول نزع هذا الخواتم فلا تستطيع فلما لا تستطيع تيأس وبالتالي تقوم ببناء العش ورح تعتاد على ظهور هذه الخواتم يعني رح تعتاد وتوالفهم في العش رح توالفهم أمامها كي تبني العش رح توالف أن الخواتم هذا رهم أمامها خلاص فكيتوالف ذلك الخمستاش اليوم ولا ستاش اليوم ولا سبعتاش اليوم ما بين يعني فترة يعني تضوير العش والبيض والتفقيس فلما يفقص يفقص الفرخ التعنى بعد سبع أيام مثلا نقوم بتعجيره ونضعه بدون أي مشاكل لأن الأنثى التعنى تكون اعتادت على هذه الخواتم هنا في العش وبالتالي بإذن الله بإذن الله بإذن الله الفراخ لن تموت وهذه طريقة جد فعالة وأراها أنها أكثر فعالية من هذه الطريقة الأولى فمن أراد أن يجربها الطريقة فله ذلك ومن أراد أن يجربها الطريقة فله ذلك ونتمنى لكم إن شاء الله موسم موفق السلام عليكم وبركاته